اهلا بكم مشاهدين والى الحدث الاقتصادي وقعت وزير المالية وتخطيط الاقتصادي دكتور هبا محمد علي اليوم بقاعة الوزارة مع الممثل الرئيس لمكتب جايكا ماكوتو تاكا هاشي مشروع تحسين تشغيل وصيانة نظام امداد المياه بتكلفة تصل الى مليار واربعمائة ملايين ياباني ما يعادل تسعة ملايين وستمائة الف دولار عبارة عن منحة جايكا لحكومة السودان المساهمة في تنفيذ المشروع بحضور السفير الياباني بالخرطوم وثمن الدكتور هبا التعاون المتواصل الذي وصفته بالاصيل والمستمر من حكومة اليابان للسودان منذ سنوات خاصة في اوقاته العصيبة اتفق جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ومشروع حرية حركة الاشخاص والتنقل في منطقة ايجاد التابع لمنظمة العمل الدولية على اقامة ورشة عمل مشتركة حول الدور المحتمل لتطوير المهارات والاعتراف بها في التنقل المنتظم للعمالة في منطقة ايجاد واكد الامين العامل جهاز المغتربين مكين حام التراب اهمية تكوين الية تنسيقية وطنية تجمع كل شركاء الهجرة تعمل على نسق واحد ومشاركة المعلومات الهجرية بين الاعضاء يزور وكيل قطاع النفط بوزارة الطاقة والتعديل دكتور حامد سليمان اليوم ولاية البحر الاحمر ويقف خلال الزيارة على سير العمل بالمستودعات الاستراتيجية وميناء بشاير وذلك في اطار الاستعدادات والترتيبات اللازمة لسد حاجة البلاد من المشتقات النفطية خلال فترة توقف مصفات الخرطوم للصيانة الدورية بجانب تفقط مرابط السفن وعدد من المرافق المتعلقة بقطع النفط ببور سودان وذلك لانسياب المواد البترولية بسلاسة الى ولايات السودان المختلفة والاستعداد لمجابهة التحديات التي تواجه استراد الوقود لاسيما خلال الصيانة الدورية للمصفة كشفت المتابعات عن عزم الحكومة توحيد أسعار البنزين والجزولين من خلال إيقاف العمل بالأسعار المدعومة والعمل بالسعر الحر في المحطات كافة خلال فترة توقف مصفات الخرطوم للصيانة كما كشفت المتابعات عن صدور قرار من وزارة الطاقة والتعدين بإيقاف التدفع الخاص بالمحروقات للشركات معدى شركات الاستراد الخاص وحسب منشور صادر عن وزارة الطاقة فإن القطوة تأتي بغرض الجرد استهلت التعاملات الصباحية اليوم الأحد في السوق الموازية بارتفاع جديد سجلته أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني ليصل إلى الأسعار المتعارفة عليها قبيل إعلان تنفيذ قرار إزالة اسم السودان من قائمة الدول الرعية للإرهاب الأسبوع الماضي وكانت مصادر مصرفية إن أسعار الدولار صعدت مجددا ليصل أعلى سعر للورقة الخضرى مئتين وثلاثة وستين جنيها فيما بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي مئتين وثين وستين جنيها وبلغ أدنى سعر له مئتين وستين جنيها حذر رئيس شعبة مستوردي السيراميك والأدوات الصحية بكر لياس من مضي الحكومة قدما في قرار زيادة الدولار الجمركي ووصف لياس في تصريحات صحفية اليوم القرار بالكارثة لما له من تبعات سالبة على الاقتصاد القومي وسيؤدي إلى توقف الأسواق وكشف عن مقترحات مقدمة لزيادة الدولار الجمركي إلى مئتين وخمسة وستين مئة وعشرين خمسة وخمسين جنيها بدلا عن السعر الحالي خمسة عشر جنيها وقلل أرياس من قيمة تخفيض الرسوم الجمركية وقال مهما تم من تخفيض فإن الزيادة ستكون كبيرة ومركبة وستنعكس سلبا على الصادر وتوقع يسود الرقود الأسواق حالى تشدد الدولة وأصرت على الزيادة بجانب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه السوداني قال وزير الثروة الحيوانية المكلف دكتور عاد الفرح دليس إن الوزارة تعمل بجد لإنصاف الولايات عبر قانون تقسيم الموارد القومية لاستعادة الحقوق وفق النسب المنصوص عليها في القانون واتفاقية السلام وأكد فرح في مخاطبة جماهيرية بسوق المواشي بمدينة أبو مطارق محلية بحر العرب بشرق دارفور دعمه ووقوفه مع الرعا والروح للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية بالولاية ليساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد ومساعدة المنتجين في حياتهم المعيشية وأوضح أن الثروة الحيوانية في البلاد تتعرض إلى التهريب من دول الجوار مؤكداً التزامه بتوفير الاحتياجات التشغيلية لمركز خدمات الثروة الحيوانية بمحلية بحر العرب ليطلع بدوره بتقديم الخدمات لقطع الثروة الحيوانية والرعاة جدد الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني التأكيد على ضرورة التعاون والتلاحم بين مكونات قوى الثورة لمواجهة التحديات الماثلة التي تواجهها البلاد وحيى الاتحاد في بيان بمناسبة حلول الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة صناع الثورة من الشهداء والجرحى والمصابين الذين ضحوا ومهدوا الطريق للنصر والحرية والسلام وتحقيق العدالة ودع البيان إلى ضرورة استكمال هياكل السلطة وتشكيل المجلس التشريعي وتكوين المفوضيات بالشفافية والكفاءة المطلوبة ومعالجة الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن أكد المدير التنفيذي لمحلية سنار بشرى إدريس دفع السيد ضرورة تطوير التعدين بأنواعه لافتاً إلى أن المحلية لم تستغل الموارد المعدنية المتوفرة والمتنوعة بمحلية سنار خاصة في منطقة الجبال وقال دفع السيد في تصريح أن لقاءه بوفد الشركة السودانية للموارد المعدنية بقيادة مدير قطاع سنار مهندس منصور موسى تناول عدداً من القضايا الخاصة بتطوير العمل في مجال التعدين بهدف إحداث تنمية بالمنطقة فضلاً عن تشغيل العمال دفعت الهيئة العامة لأعمال الري والحفريات بـ 11 آلية جديدة للمساعدة في إزالة الحشائش والطمي بمشروع الجزيرة والمشارع الأخرى وكشفت الهيئة عن شراء ثمانية حفارات بالإضافة إلى ثلاثة لوادر من شركة دانفوديو التجارية من مواردها الذاتية وذلك في إطار زيادة مواردها والإفاء بالتزاماتها التعاقدية مبينة أنها ستقوم بترحيل هذه الآليات اليوم الأحد إلى المواقع المختلفة وتضم الآليات الجديدة نحو 49 حفاراً تتبع للهيئة تنتشر في مشروع الجزيرة لإنجاح الموسم الشتوي ولمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم الخبير الاقتصادي الزراعي محمود عبدالجبار أستاذ محمود مرحباً بك ومساء الخير مرحباً بك ومرحباً بك أستاذ المشاهدين الكرام مرحباً بك بداية يعني وزارة الرأي ماضية في الإفاء بتعاهداتها لينجاح الموسم الشتوي من واقع متابعتكم للتحضيرات لموسم هذا العام كيف تقيمونها حقيقة يعني هذه الخطوة على أهميتها إلا أنها تأتي متأخرة جداً يعني نحن الآن 20 ديسمبر العروس الشتوية عندها زمن محدد كالصلاة زمن ضروري وزمن أولي وزمن آخر يعني وبالتالي العروس الشتوية تبدأ من 1 نوفمبر إلى 15 ديسمبر نعم وبالتالي الآن المحصة الحفريات يعني تتحدث عن آليات تشترى الآن لكي تنغز العروس الشتوية الموسم الشتوية وأنا أفتكر ده كلام فوقه يعني نوع من اللامبالاة يعني وبالتالي أنا أتيت من الجزيرة أول أمس حتى هذه اللحظة أكثر من 95 ألف فدان لم تروى الريا الأولى يعني البوغة يعني كما للناس اللي يتابع يعني نعم وبالتالي أنا أفتكر أنه نحن الزمان في ديسمبر بنكون على الأقل دخلنا على الريا الثالثة يعني وسمدنا اليوريا الجرعة الأولى نعم نعم وبالتالي أنا أفتكر الآن الموسم الشتوية في مخاطر كبيرة جدا جدا بعدين الآليات التي تم استيراد الآن نعم أو تم شراء الآن كم واربعين حفار يعني أنا أضرب لك قسم مع توق واحد وفوقه 95 ترعة 95 ترعة يعني كم واربعين حفار دعنا لها أقل شيء أربع خمسة يوم عشان تنجز عمليات التطهير من الأطماع والحشايش في قسم مع توق واحده نعم الجزيرة فيها 18 قسم تختلف عدد الترع من قسم إلى قسم وبالتالي أنا أفتكر أنه في تقصير واضح وفي عدم مبالاة واضح في العروة الشتوية الزراعة لا تأتي هكذا يعني هجمة على الناس لها ميقات ولها مواعيد ومعروف أن الجهات المختصة أو ذات الصلة بالموضوع سواء كان وزارة الزراعة سواء كان هيئة البحوث سواء كان البنك الزراعي سواء كان وزارة المالية سواء كان وزارة الري عندهم واجبات محددة بيتقوم في الوقت المحدد لكي تنجح الأروة الشتوية نعم برأيك أنت أستاذ محمود يعني ما هي أسباب هذا التأخير أنا حقيقة يعني أسباب هذا التقصير ذكرته مرارا أول شيء عدم اهتمام من وزارة الري وارتكبت خطأ فادح لم يرتكب في تاريخ بشروع الجزيرة اللي هو أوقفت جميع الشركات الشركات التي تمتلك أليات الحفر قبل دخول البوسم بفترة من عمليات التطهير وأوكلت هذا الأمر لمؤسسة الحفريات مؤسسة الحفريات ما عندها كراكات وبالتالي كانت هي تقوم باستئجار بعض الكراكات ويعني تزيد العبع على المزالع مرة أخرى فكان بل إمكان الاستمرار في الشركات بتاعة القطاع الخاص التي كانت تقوم بعمل تطهير الأطماء والحشايش إلى أن تكتمل عدة هيئة الحفريات لكن هذا ما لم يحدث أضف إلى ذلك أن الشركات القطاع الخاص الآن تطلب وزارة الري يعني من العام المنصرم أربعة أشهر لم تسدد حتى الآن وبالتالي التكسير واضح ومهم وأنا أخشى ما أخشاه أن يكون ذلك أو دعم للذين يستوردون القمح والذين يتاجرون في الدقيق ولذلك لا يساعدون في عملية إنتاج وتوطين القمح بالداخل حتى يتسهل استيراد القمح من الخارج وأنا ذكرت سابقا أنه نحن بإمكاننا في هذا العام في هذه العروة نستطيع أن نزرع مليون فدان قمح نوفر من خلالها أكثر من إثنين مليون طن يكون عندنا يعني وافر من الدقيق والقمح أكثر من أربعة ألف طن ولكن تفاجأنا طيب أستاذ محمود قبل أن نتجاوز هذه النقطة تذكرت القمح وأهمية تقول معروف أنه يزرع في هذه العروة الشتوية هل تأخرت زراعته في هذا الموسم؟ بالتأكيد تأخرت تأخيرا كبيرا يعني صحيح الآن ممكن الناس تزرع ولكن لم تكن نسبة الإنتاج كما ينبغي لأنه في النهاية الزراعة مواقيد يعني الآن أنا بعرف أنا يعني إحصائية حالية الآن وأنا داخل الستوديو أكثر من خمسة وتزعين ألف فدان ما زالت في التراب لم تروى الرية الأولى هذا غير الذين لم يتمكنوا من زراعة قمح حتى الآن خوفا من عدم وجود المياه هناك قضية مهمة لابد أن أشير إليها أن هناك تلاعب في المياه داخل المشروع وتسريبها إلى المصارف التي تصب من النيه الأزرق إلى النيه الأبيض من المستفيد من أن تتسرب مياه مشروع الجزيرة إلى النيه الأبيض والمشروع عطشان وحتى الآن أستاذ محمود من يكون بتسريب هذه المياه التي ذكرتها طبعا هي مزئولية المهندسين ومزئولية الخفراء الموجودين على القناطر وبالتالي المياه تتسرب إلى البصارف ونحن رأينا بأم يعيننا مياه المشروع تذهب من النيه الأزرق إلى النيه الأبيض في الوقت الذي فيه المشروع يعني جافا لا يجدوا حتى البوغ يعني لأول مرة في تاريخ مشروع الجزيرة أنه يعني عشرين ديسمبر وبعض الناس ما زرعوا القمح وبعض الناس زرعوا ولم يتمكنوا من البوغ فده أمر خطير جدا جدا ولكن أنا أتفهم أن هذا الأمر يصب في خانة دعم المستوردين للدقيق دعم المستوردين للقمح كسر مقاديف المنتج السوداني وزرع اليأس في نفوس المدعي السودانين حتى تظل معاناة الشعب السوداني وصفوف الرغيف مستمرة لكي يتم تركيح هؤلاء الناس وتجويعهم عمدا وإلا ما معنى أن تتأخر وزارة الري لعشرين ديسمبر حتى تشتري حفارات لكي تقوم بعملات التطهير من أطماو الحشائش يعني ما معنى هذا الكلام يعني حقيقة أنا أفتكر أنه مفترض كان يفتح تحقيق في هذا الأمر مع السيد وزير الري مع السيد وكيل وزارة الري مع المهندسين في الري يفتح التحقيق الرسمي لماذا تأخرتم حتى هذه اللحظة ولم تقوم بعملات التطهير المعلومة زمانا ومكانا يعني أستاذ محمود كأنك تريد أن تقول بأن هذه الأزمة خطتة لها طبعا أنا باحتباري ذول كنت رئيس لجة الري في البرلبان وباحتباري ذول نصيغ بالمزارعين وذول مزارع وخبير في الاقتصاد الزراعي أعرف هذه الأمور جيدا يعني يعني لا تجد تفسيرا غير أنها مدبرة ومرتبة لكي لا يستطيع السودان أن يوفر غوطه من الدقيق والقمح محليا ويوفر المليار دولار بتاعة القمح دي للدواء وللآليات وليحتياجات أخرى كثيرة برأيكم أيضا من المستفيد من خلق هكذا أزمة تضرب المواطن ويعني تضرب قوته خصوصا وأن الزراعة مهمة جدا وزراعة مواقيد كما ذكرت في بداية نعم المستفيدون هم يعني مجموعة من الجشعين والطماعين والذين لا هم لهم سوى مصر دم الشعب السوداني وجعله في طوابير ممتدة وطويلة في بحثا عن الخبز ولذلك هم معروفون لدى الدولة ولكن أنا لا أدري لماذا لا تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة في النهاية أنت في موقع مطلوب منك آدى عمل محدد فإذا فشلت في آدى هذا العمل يجب على الجهات المخول لها تحاسبك أن تحاسبك وأن تعزلك عن هذا المنصب وتأتي من هو الجدير بهذا المنصب حتى يوفر هذه الخدمة الأساسية للدولة لا نتحدث حديثا سياسيا نحن نتحدث عن غوت الشعب نحن الآن لنا أكثر من عام ونصف نغف طوابير ممتدة مذلة لهذا الشعب بحثا عن الخبز نحن تركنا الحديث عن البحث العلمي تركنا الحديث عن الإختراعات تركنا الحديث عن أي شيء أصبح الحديث فقط الآن كيف تتحصل على الخبز وبإمكانها أن نوفر هذا الخبز محليا نعم طيب هناك عوامل كثيرة جدا لنجاح الموسم الزراعي ماذا حدث بشأن توفير التقاوى والوقود بالنسبة للمزارعين حتى ينجح هذا العام خصوصا وأن هناك ضائقة كبيرة جدا أنت تتحدثت عنها قبلك بعض المزارعين استلموا الداب سيوبر والتقاوى يوم أمس وبالمناسبة نسبة تلات واحد ما تلاتين يعني هي الدورة الخماسية كان بيزرع تلاتين قبح وتلات زراء وتلات فون وتلات بيخلون نايم السنة دي نسبة لنقص المدخلات سواء كان في الداب أو اليوريا أو التقاوى بعض المكاتب والأجسام يعني اكتفوا فقط بيتلات واحد هذا التلات الواحد حتى هذه اللحظة وناس استلموا أمس وأول أمس يستلمون المدخلات وبالتالي هذا تأخير كبير جدا جدا التأخير كان التقاوى كان فيها أشكالية وفيها نقص كبير سوبر داب فيه نقص كبير كذلك اليوريا حتى الآن موقفة ضبابي حتى الآن موقفة ضبابي لم يكتمل بعد البنك الزراعي نفسه يعني تسبب في هذه الأزمة البنك الزراعي الآن هو يشتري المدخلات من القطاع الخاص ويضع عليها أرباح تلاتين في المية ويوزع للسادة المزارعين مما يزيد كلفة الإنتاج مما يرهق المزارع ويسبب له خسائر وبالتالي احنا كان مخترحنا واضح البنك الزراعي السوداني إما أن يستورد المدخلات بضمام بنك السودان بالسعر الحر شأنه شأن القطاع الخاص وإما أن يمول فقط فواتير المزارعين عن طريق القطاع الخاص ونوافزه المعلومة أما أن يشتري المدخل من القطاع الخاص ويضع عليه أرباح تلاتين في المية كما حدث الآن في السوبر داب وثم يوزعه بأرباح جديدة أنا أفتكر هذا نوع من عرقلة المسيرة الزراعية في السودان طيب أستاذ محمود كم تبلغ المساحات المستهدفة لزراعة القمح بمشروع الجزيرة والمناقل لهذا العام هذا العام كان المستهدف 600 ألف فدان حتى البارحة تم زرعه 395 ألف فدان فيها 95 ألف فدان لم تروا الرية الأولى وهناك إشكاليات كبيرة جدا أطماوح حشايش كما ذكرت لك يعني قسم معتوق واحده يعني فوقه 8 تفاتيش فوقه 95 ترعة دي الآليات الكم واربعين دي ماذا تفعل لمشروع الجزيرة فضلا عن المشروعات الأخرى وبالتالي أنا أفتكر أنه الآن عشان نتلافى هذا الوضع يجب على وزارة الري أن تعيد عقوداتها مع شركات القطاع الخاص وتدفع لهم مستحقاتهم ليدخلوا جميعا في عملية تطهير الأطماو والحشايش في هذا المشروع لكي يتم تلافي الخطر والآثار التي تترتب على تأخير عملية تطهير الترع من الحشايش والأطماو وإلا فيكونوا هم مسؤولين أمام الشعب السوداني وأمام الله سبحانه وتعالى عن إفشال هذا الموسم الشتوي وهذه العروة وعن ضرب المشروع توطين الجمع في السودان في مغتل نعم جميل شكرا لك الخبير الاقتصادي والزراعي محمود عبدالجبار على هذه المساحة التي تحدثت لنا فيها عن مشاكل العروة الشتوية شكرا لك شكرا جزيلا لك هكذا مشاهدين انتهت هذه الحلقة من أحداث السودان شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا لك